اشتركوا في القناة ايضا امريكيا يتوقع انه يدفع بانك ستاندرد شارتر 330 مليون دولار اضافية للسلطات الامريكية بتسوية لقضية اتهام البانك بانتهاك العقوبات الامريكية على ايران والى خبرية حلوة لموقع التواصل الاجتماعي الاول فيسبوك اللي رح يتم ادراجه ببورسة نازدك ب12 كانون الاول ونازدك هي اكبر بورسة بتعمل على اساس الشاشات الالكترونية مع حوالي 3200 شركة وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الامريكي وسعر سهم فيسبوك بيبلغ اليوم حوالي 28 دولار بعد ما انخفض 29% عن سعره الاساسي اما الرئيس اوباما فاختار من جهته انه يستعمل تويتر مثل ما عم نشوفه هون لحتى يتواصل مع المواطنين مباشرة ويجاوبهم عن اسئلة بتتعلق بالخطة المالية الجديدة وبننتقل الى اعلى مستويات الفساد بالعالم اللي تصدرتها افغانستان وكوريا الشمالية والصومال كون اكتر بلاد بتعاني من الفساد بوقت الدنمارك وفنلندا والسويد هي اقل الدول فسادا اما لبنان فحتل المرتبة 128 بين 176 دولة بعد ما حصل على 30 نقطة وبتتوزع العلمات بين صفر لاكتر الدول فسادا ومية لاقل الدول اللي بتعاني من الفساد ومقارنة مع بعض الدول العربية منلاحظ انه اللبنان كان اقل فسادا من سوريا بس اكتر من مصر والاردن وبتلاحظ الدراسة انه الفساد بيطال كافة مؤسسات الدولة اللبنانية ولسية من الاحزاب والبرلماء والقضاء والشرطة هيدا كان كل شي للليلة منتابع النشرة مع ديما ونيكال